في الوقت الذي يواصل فيه الشعب المغربي احتجاجاته المناهضة للتطبيع عبر كامل تراب المملكة ضاغطا على نظام المخزن لقطع علاقاته مع الكيان الصهيوني تغرق حكومة أخانوش أكثر في مستنقع التطبيع على ضوء استمرار حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الكيان ضد الشعب الفلسطيني تتسع دائرة الاحتجاجات المناهضة للتطبيع في كامل أرجاء المملكة بأزياد من 5400 مظاهرة منذ 7 أكتوبر الماضي ومعها توسع الرباط حجم مبادلاتها التجارية مع الكيان الصهيوني ضريبة بكل مطالب إسقاط التطبيع ودعوات قطع العلاقات عرض الحائط وحسب آخر الإحصائيات بلغت تبادل التجاري بين المغرب والكيان الصهيوني 8.4 ملايين دولار خلال شهر جوليا الماضي فقط بزيادة نسبتها 40% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023 فيما بلغت قيمة المبادلات بين الجانبين 56% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجرية لتصل إلى 68.3 مليون دولار خلال نفس الفترة مع مساع لرفع حجم المبادلات إلى 500 مليون دولار في المستقبل القريب سياسات النظام المخسنية التي يستمر فيها رغم اعتراض شعبه لخير دليل على أن أطماع هذا النظام فاقت كل التوقعات أطماع يريد تحقيقها مع كيان مجرم على حساب دم الفلسطينيين الأبرياء بوحشية قل نظيرها